اكد معالي السيد مرزوق من علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت من قواسم مشتركة ومخاطر خارجية واحدة تسلزم المزيد من التعاون والتنسيق والذي هو موجود بالأساس على كافة المستويات جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية البرلمانية التي عقدت مساء اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وخلال الاجتماع أكد الملة بأن العلاقات الأخوية والتاريخية والاجتماعية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا هي علاقات أخوية وأسرية يربطها النسب والمصاهرة وهي علاقة وثيقة وكبيرة ومتميزة عبر التاريخ وتعد نموذجا فريدا في ثنائية العمل المشترك والمصير الواحد بين البلدين مشيرا معالي إلى أن التطورات السياسية التي تشهدها البلدين الشقيقين من دول وجماعات تضمر الشر والفتنة لدولنا وشعوبنا تحتم علينا الوحدة والتكاتف كما أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة تستوجب منها كمجالس خليجية دعم الجهود والمبادرات والإجراءات التي تضمن المستقبل الأفضل مع الحفاظ على المكتسبات والمنجزات للمواطنين حيث ثمن معالي رئيس مجلس نواب خلال اللقاء الموفق الكويتي الراسخ بل الموقف الكويتي الراسخ مع مملكة البحرين ومشيدا بالدعم الكويتي المتواصل في كافة المجالات في مملكة البحرين الذي سامى وبشكل متميز في دعم العملية التنموية الشاملة أكدنا على عدة أمورها ويشيء تعزيز التعاون بين المجلسين مجلس النواب ومجلس الأمة الكويتي سواء على مستوى النواب أو على مستوى الأمانتين أيضا تطرغنا أن أكدنا أن نقف صفة واحدة لمحاربة الأرهاب وأعمال الأرهابية لأنه بات الأرهاب بشكل تهدير خطير لمجتمعات العربية والخليجية وأيضا أكدنا على رفضنا للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للكويت والبحرين العلاقة التاريخية بين الكويت والبحرين هي علاقة خاصة وعلاقة معروفة وهي مضرب مثل للعلاقات الثنائية بين أي بلدين شغيغين هناك العديد من الملفات التي كانت موجودة على طاولة المباحثات وستستكمل أيضا والدبلوماسية البرلمانية هي مكملة لأي عمل سياسي تقوم به الحكومات وأهم أو أحد أهم الأسس في نجاح الدبلوماسية البرلمانية هو التنسيق بين البرلمانات الخليجية لأن التحديات التي تواجهنا تواجهنا جميعا ولا نستطيع أن نواجهها منفردين ولذلك يجب أن نكون كدول خليجية بشكل خاص ومن ثم دول عربية وبعدها دول إسلامية يجب أن نكون كالبنيان المرصوص في مواجهة كل هذه التحديات والأخضار حتى نستطيع التغلب عليها